اشتركوا في القناة عالمياً بقى نشرت صفحة راتمية للفيفا على تويتر سورة من المباراة منشستر سيتي وهدر سيوتاون مبارح في المباراة اللي جمعتهم في البرامير ليج واللي انتهت بفوز السيتي 3-0 وعلقت وقالت منشستر سيتي هو أول فريق فأكبر خمس دوريات أوروبية بيسجل مئة هدف في كل البطولات في الموسم الحقيقي كمان نشر ساخي أجيار ولعب منشستر سيتي سورة من المباراة على تويتر وكتب 3 نقطة للحفاظ على تقدمنا نحو القمة رحيم ستيرلينك صاحب الهدف الثاني نشر سورة على تويتر من المباراة وكتب يمكنك أن تعرف أننا لا يمكن أن نخسر عندما أسجل بالرأس عمل رائع في ملعب صعب أحسنتم كمان نشر الروي ساني صاحب الهدف الثالث سورة على تويتر من المباراة وكتب المهمة أنجزت نشر برنادو سوفا لعب السيتي سورة من المباراة على تويتر وكتب 3 نقطة مهمين أحسنتم كمان نشر نيكولا أوتوماندي سورة على تويتر من المباراة وكتب أحسنتم وفي أسبانيا بقى نشر الريس وارز لعب برسلونة سورة على تويتر من المباراة لجانس مبارح في الليجة والانتهت بفوز برسلونة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد أحرز منهم سوارز الهدف الثاني وكتب سوارز ثلاث نقاط ومستمرين نشر كمان إيفان باركيتش لعب برسلونة صورة من المباراة على تويتر وكتب مستمرين وأرثر ميلو لعب برسلونة نشر صورة على تويتر من المباراة وكتب ثلاث نقاط فوز مهم نشر كمان كاولا سلينة صورة من المباراة على تويتر وكتب ثلاث نقاط للفريق هنفكر دروقتي في الكاس وأخيرا كارلو أنشلاطي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي تنشر صورة ليه على تويتر بعد الفوز على لاتس 2-1 وكتب عمل جماعي رائع وفوز مهم عشان نكون أقرب ما يمكن للقمة أحسنتم مشاهدين انتهت حلقتنا النهاردة شوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جيدة من كلام في الميديا ساعة 5 مساء من سعيدة على حضرتكم شكرا